قال عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا مسلما فكتم عليه من غسل غسل الجنايز ده الناس بيابو الزول يقول له خش غسل يقول لا لا انا خلوني يقول لك انا جنوب خلوني ما لك يا زول بتخاف ولا شنوب يقول لك انا ما بعرف ما بتعرف ما لك انت قال الموضوع ده بيبنون جامعة الجنايز ده اتعلم يغسل الجنايز ده كيف يتعلم واحتسب من غسله ميتا مسلما فكتم عليه كتم يعني اي حاجة شافة قبيحة او حاجة ما بتليق ما كلم الناس كتمه غفر الله له اربعين كبيرة كم كبيرة اه اربعين كبيرة الشي ده كيف ده بس تخش تغسل لك زول في نصف ساعة ولا في ساعة تقوم على الموية دي وتغسلوا بيني واتكفنوا يغفروا لك اربعين كبيرة لانه ده نفع متعدي وفي رواية من غسل ميتا مسلما فكتم عليه غفر الله له اربعين مرة ومن حفر له فاجنه اجنه معناه غطاوه قال جن الليل اذا شنو اذا شنو اذا شنو اذا غطى اذا غطى الكون جن الليل فاجنه الناس عندهم مروعة عالية في المقابل لكن بيحفروا لكنهم مش يحفروا باشنو بينية الناس بيحفر من حفر له فاجنه كتب له وكأجر مسكن اسكنه اياه الى يوم القيامة معنى شنو زي الانت الزولة اللي دفنته ده اجرت له بيت وسكنت فيه في الدنيا وبكتفى عليه ايجار لحد الغيامة تقوم مش لحد ما انت تموت واولادك بعدين يجي ينطه لا تدفع على ايجار لحد ما لحد الغيامة تقوم تقدر تقدر تأجر ليزول بيت لحد الغيامة تقوم كتب له يستحيل كتب له كأجر مسكن اسكنه اياه الى يوم القيامة ومن كفن مسلما كساه الله من سندوسي واستبرق الجنة اسكد يا اخوانا تركزوا في القرب الى الله والحسنات الكثيرة التي تقربكم الى الله وهذا كله يقوم ويعتمد على صدق النية وعلى اخلاص القصد لله سبحانه